السؤال بعد كده بيقول لقيت قطة حامل في البيت كنت فكراها والدة فسبتها لكن بصيت كويس لقيتها مش والدة فمشتها من غير مأزيها انا كده اخذت زنب او منعت رزق هي بتقولك ان انا كنت شايفة قطة حامل ومشتها ايه اللي حاصل هل انا كده اخذت زنب ان انا ايه اللي حاصل ان انا مشتها لا ده ده السنف الثاني الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا فلا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض يبقى ايه اللي حاصل يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بقى لنا ان طريق النجاح في التعامل مع الحيوان واحد من اثنين الاولاني الاحسان للحيوان الامر التاني عدم اسر الحيوان وتركه يأحصل على رزقه مما بسطه الله سبحانه وتعالى له من رزق يبقى مش لازم كل واحد فينا يشوف حيوان لازم يمسكه وخاصة ان احنا عندنا بعضنا عندهم فوبيا من بعض الحيوانات اذا فلا يجب على الانسان اذا وجد حيوانا ان يحتفظ به ويطعمه لا يجب لكن ان فعل ذلك يا فضل من الله سبحانه وتعالى ده امرأة دخلت النار في هرة ورجل دخل الجنة في كلب سقاه بس ده سقاه لقد بلغ هذا الكلب ما بلغت من العدش فحمد الله له ذلك فأدخله الجنة يبقى احنا لازم ننتبه الى هذا ان اللي حضيك فعلتي ده لا تأخذي علي زنب لكن الزنب اللي انت تحبسي هذا الحيوان بلا طعام ولا بلا شراب فاذا انت اطرقت صراحة وتركتي يبقى ده ليس فيه زنب ليس عليك زنب في هذا الوقت اشتركوا في القناة